موسيقى بعد ساعات من دعوة الامم المتحدة لعملية سياسية جادة استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاصات اسرائيلية اثنان منهم خلال عملية اقتحامل بمدينة نابلس قوات الدعم السريع تشن هجوما عنيفا على مدينة بارا الواقع شمال ولاية كوردبان السودانية على اثري جولة خارجية مفاجئة فلاديمير زلانسك يقول انه من الصعب محاربة روسيا اذا لم تتسلم كييف اسلحة بعيدة المدى السبع صباحا في القاهرة نشرة اخبار جديدة من النيل مرحبا بكم شدد السفير بسام راضي سفير مصر لدى ايطاليا ومندبوها الدائم لدى منظمة الامم المتحدة في روما خلال القائه بيان مصر امام مؤتمر وزاري لمنظمة الاغذية والزراع الفاو شدد على ان مصر تولي قضية المياه اقصى درجات الاهتمام من خلال المحافظة على مواردها المائية التاريخية وتنميتها وحسن ادارتها وقال السفير بسام راضي ان مصر تبنت مبادرات عدة من اجل تحقيق الامن الغذائي ومعالجة تحديات ذات صلة بالامن المائي والتغيرات المناخية في مدينة رمالة بالدفة الغربية المحتلة قال واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي باعدام شابين بمدينة نابلس يأتي ضمن حالة حرب مفتوحة تستهدف كافة ابناء الشعب الفلسطيني وقال واصل ابو يوسف ان صمت المجتمع الدولي والدعم غير المحدود من قبل الادارة الامريكية يشجع اسرائيل على ارتكاب كافة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني كل هذه الدماء وكل تلك الرصاصات وجيش الاحتلال يسميها مداهمة او ملاحقة ان كانت تلك مداهمة فكيف يكون الاغتيال ثلاثة فلسطينيين استشهدوا الجمعة في الضفة الغربية المحتلة اثنان منهم خلال عملية وصفها جيش الاحتلال بالمداهمة في مدينة نابلس شمال الضفة العدوان الاسرائيلي الجديد جاء غدا تدعوة الامم المتحدة الى عملية سياسية جادة جيش الاحتلال زعم في بيان ان الفلسطينيين لقياحت فهم اثر تبادل لاطلاق النار مع قوات الامن مضيفا ان عملية استباقية مشتركة للجيش الاسرائيلي وجهاز الامن العام جرت في مدينة نابلس وان عناصره حاولت اعتقال الشابين للاشتباه بتنفيذهما لعملية اطلاق نار عند احدى المستوطنات في الخامس من يوليو الجاري وفي وقت لاحق الجمعة استشهد شاب فلسطيني ثالث يدعى عبدالجواد حمدان صالح خلال تظاهرة ضد الاستيطان في قرية ام صفا شمال رمالة حسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية القرية شهدت مؤخرا مواجهات بين سكانها ومستوطنين اسرائيليين وقال بيان لجيش الاحتلال ان مهثري شغب رشق القوات وطريقا رئيسيا بالحجارة مشيرا الى ان عناصره ردت بوسائل مكافحة الشغب واطلاق رصاص حي تصعدت وطيلة العنف بين جنود الاحتلال والمستوطنين من جانب وابناء الارض من جانب اخر منذ العام الماضي خاصة بعدما تولت حكومة نتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف مقاليد الامور في تل ابيب لترتفع حصيلة شهداء البواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير وحتى الان الى 193 فلسطينيان في مدينة رامالة بالدفة الغربية المحتلة ايضا شدد رئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن عقب لقائه وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على اهمية وجود حراك عربي ودولي لانهاء الاحتلال الاسرائيلي لارض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اللقاء باطلاع وزير خارجية سلطنة عمان على اخر مستجدات الاوضاع بالاراضي الفلسطينية في ظل تواصل عدوان اسرائيل على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته في مدينة بارا الواقعة بولاية شمال كوردفان السودانية سيطرت قوات الدعم السريع التي تخوض قتالا عنيفا في مواجهة الجيش السوداني منذ الخامس عشر من ابريل الماضي على بنوك ومنشآت حكومية في المدينة التي تبعد خمسين كيلو مترا شمال شرق مدينة الابيض عاصمة الولاية قوات الدعم السريع هاجمت مدينة بارا في ولاية شمال كوردفان الجمعة وارتكبت اعمال سلب ونهب للبنوك والمنشآت الحكومية وفقا لشهود عيان مواطنون بمدينة بارا التي تبعد خمسين كيلو مترا شمال شرق مدينة الابيض عاصمة الولاية قالوا انهم في رعب من اطلاق نار واعمال سلب ونهب حيث لا يوجد جيش او شرطة قوات الدعم السريع حسب شهود عيان اقتحمت المدينة بنحو ثلاثين مركبة قتالية وسيطرت على السوق ومبنى البلدية واعادت انتشارها في الاحياء الغربي والاوسط والشمالي ويقول سكان انه من الصعب على الجيش الوصول من مدينة الابيض الى بارا لان قوات الدعم السريع باتت تسيطر على طريق بارا الابيض وترجع الاهمية الاستراتيجية لمدينة الابيض الى انها تضم العديد من مستودعات تخزين المواد الغذائية والمساعدات الطبية لمنظمات الاغاثة لا سيامات الكتابعة للامم المتحدة فضلا عن مطار المدينة الذي يكتسب اهمية لوجستية وما زالت قوات الدعم السريع تحاصل الابيض من ثلاثة محاور تجددت الاشتباكات صباح الجمعة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع بالاسلحة الثقيلة والخفيفة ففي ضاحية غرب الخرطوم الكبرى وقعت اشتباكات بمختلف انواع الاسلحة في حي الفتحاب جنوب ام دورمان كما تعرضت منطقة مبنى الاذاء والتلفزيون وسط ام دورمان لقصف جوي وتصدت له المضادات الارضية وفي منطقة بحري شمال الخرطوم تعرض معسكر الدعم السريع عند مدخل جسر الشمبات لقصف جوي وكانت قوات الدعم السريع قد شنت هجوما على مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم وتمكن الجيش من صد الهجوم وتدمير اكثر من عشر مركبات قتالية بعد اشتباك استمر اكثر من ساعة اصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا يخضي بعفائي فاطمة يعقوب من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي كان الرئيس التونسي قيس سعيد انشأ اللجنة الوطنية للصلح الجزائي عام الفين اثنين وعشرين بهدف ابرامي صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال الاعمال التونسيين قال الرئيس التركي رجب طايب اردغان عقب لقائه بمدينة اسطنبول نظيره الاوكراني فلاديمير زلانسكي ان بلاده ستواصل جهودها الهادفة لانهاء الحرب الاوكرانية قال رجب طايب اردغان ايضا انه يأمل ان يتم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية عبر البحر الاسود بعد انقضاء مدته في السابع عشر من يوليو الجاري وفي العاصمة الروسية موسكو قال دمتري بسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ان تركيا بذلت جهودا كبيرة لتسوية العديد من المشكلات المتعلقة بالصراع في اوكرانيا نحن مهتمون بما بحثه السيد اردغان والسيد زلانسكي هذا مهم تعرفون ان السيد اردغان بذل جهودا كبيرة لتسوية العديد من المشكلات فيما يتعلق بالصراع في اوكرانيا ولعب دور وساطة وهذا الدور يلقى تقديرا كبيرا من الرئيس بلاديمير بوتن وفي العاصمة الامريكية واشنطن قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان قرار بلاده تزويد اوكرانيا بقنابل عنقودية كان صعبا للغاية وقال جو بايدن ان اوكرانيا تحتاج بكل شدة للقنابل العنقودية بسبب استنزاف ذخيرتها في مواجهة العمليات العسكرية الروسية حزمة مساعدات امريكية جديدة لاوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار تتضمن قذائف عنقودية ومدرعات برادلي وعربات سترايكر وبحسب تقارير امريكية تعهدت اوكرانيا للولايات المتحدة باستخدام القذائف العنقودية المحرمة دوليا بشكل مسئول وبعدم استخدام تلك القذائف في المناطق المأهولة بالسكان كما تعهدت بتوصيق مناطق استخدام القذائف العنقودية لتسهيل عملية نزعها في المستقبل وافدت التقارير ان الذخائر التي ستسلم لاوكرانيا تتسم بنسبة عدم انفجار ادنى من 52 من 100% القنابل التي ستزود بها واشنطن كييف لاول مرة يتم اطلاقها من مدافع هاوتزر وتزن الواحدة 430 كيلو جراما وتحمل 88 عبوة متفجرة صغيرة ويمكن ان تغطي كل قنبلة مساحة تصل الى 30 الف متر مربع حسب الارتفاع الذي تطلق منه القنابل الصغيرة وتتميز هذه الذخائر بمعدلات فشل مرتفعة ويمكن للطلقات التي لا تنفجر ان تتسبب في قتل وتشويه مدنيين عند انفجارها بعد عدة سنوات او حتى بعد عقود ردود فعل الحلفاء الغربيين تبينت على الخطوة الامريكية اذ قالت باريس انها تلتزم بعدم انتاج او استخدام اسلحة فتاكة لكنها تتفهم الوضع الذي جعل الولايات المتحدة تسعى لمساعدة اوكرانيا في الدفاع عن نفسها اما المانيا فعبرت عن معارضتها لارسال ضخائر عنقودية الى اوكرانيا وقال وزير الدفاع الالماني ان ذلك ليس خيارا لبرلين في المقابل قال ديمتري ميديبيدف نائب رئيس مجلس الامن الروسي ان تزويد الغرب لكييف بوسائل تدبير حديثة انه امر خطير للغاية وكان مندوب روسيا لدى الامم المتحدة قال في وقت سابق ان امداد الولايات المتحدة لاوكرانيا بالدخائر العنقودية سيكون خطوة اخرى نحو التصعيد في حين قال الرئيس الاوكراني فوليديمير زيلنسكي ان قوات بلاده لن تستطيع القيام بهجومها المضاد من دون اسلحة هجومية متطورة تتضمن صواريخ بعيدة المدى وفيما اعتبر دليل اخر على التزام الاتحاد الاوروبي الثابت تجاه دعم اوكرانيا توصل البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء الجمعة الى اتفاق لتعزيز انتاج الذخيرة في الاتحاد الاوروبي من اجل اعادة بناء ترسانات الاوروبيين ومواصلة تسليح اوكرانيا وتبلغ قيمة خطة دعم انتاج الذخائر نحو 500 مليون يورو وتأمل بروكسل في زيادة الطاقة الانتاجية للاتحاد الى مليون قضيفة سنويا في الاشهر الاثنى عشر المقبلة للسماح للأوروبيين بتجديد مخزوناتهم ومواصلة تسليم الاسلحة الى اوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا وتطبق الدول الاعضاء خطة اخرى بقيمة ملياري يورو لارسال مليون قضيفة الى اوكرانيا من مخزونها هذا العام ولتمويل مشتريات مشتركة من الذخيرة لكييف ويقول الاتحاد الاوروبي انه زود كييف اسلحة تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 15 مليار يورو منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022 في العاصمة البلجيكية بروكسل قال يونس ستولتنبرج امين عام حلف شمال الاطلسي النيتو ان قادة دول النيتو ال 31 سوف يعيدون التأكيد خلال قمتهم يوم الثلاثاء القادم بمدينة فيلنيس في لتوانيا على ان اوكرانيا ستصبح عضوا فيه بالمستقبل كان اجتماعا بناءا وقد احرزنا تقدم وانا واثق اننا سوف نواصل احراز التقدم غير ان هناك بعض الثغرات التي يجب تجاوزها المهمة الاكثر الحاحا ان نقف الى جانب اوكرانيا ان ندعم اوكرانيا لانه اذا لم تنتصر اوكرانيا في هذه الحرب فلن تكون هناك قضية عضوية نناقشها من الاساس في العاصمة الامريكية واشنطن اصدر الرئيس الامريكي جو بايدن بيانا اعلن فيه ان بلاده دمرت اخر مخزونتها من الاسلحة الكيموية لتستكمل بذلك عملية بدأت عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين عندما وقعت الاتفاقية العالمية لحظر هذه الاسلحة الفتاكة كان الموقعون على اتفاقية حظر الاسلحة الكيموية لعام سبعة وتسعين قد دمروا بالفعل احتياطاتهم وفق ما اعلن المدير العام لمنظمة حظر الاسلحة الكيموية فرناندو ارياس في مايو الماضي وفي العاصمة الصينية بكين دعت وزيرة الخزانة الامريكية جانت ييلن عقب لقائها رئيس وزراء الصين لي تشيانج الى ما وصفته بمنافسة سليمة بين بلادها والصين بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية وتأزم العلاقات الاقتصادية بين البلدين جاءت زيارة وزيرة الخزانة الامريكية جانت ييلن الى الصين في مسعى من الجانبين الى البحث عن سبل لتهدئة التصعيد في العلاقات المتوترة بينهما في الاساس ييلن اكدت في زيارتها الى بكين الحاجة الى منافسة سليمة بين الصين والولايات المتحدة رغم الخلافات التجارية بين اكبر اقتصاديين عالميين مشددة على ان فك الارتباط بين واشنطن وبكين مستحيل عمليا وسيؤدي الى زعزعة الاقتصاد العالمية وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الصينية ليتشيانج اعلنت ييلن ان الولايات المتحدة تسعى الى منافسة اقتصادية سليمة مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن ان يستفيد منها البلدان فيما رأى ليتشيانج تحسنا محتملا في العلاقات بعد فترة صعبة معربا عن امله في ان تكون تلك الزيارة بادرة نحو تحسن العلاقات بين البلدين وتأتي زيارة ييلن وتصريحاتها بينما يدعو السياسيون امريكيون منذ اشهر الى فك الارتباط بين الاقتصادين لقفض اعتماد واشنطن على الدولة الاسيوية العملاقة وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية وتتعلق نقطة الخلاف الرئيسية بين واشنطن وبكين باشباه المواصلات مع فرض واشنطن في الاشهر الاخيرة قيودا لقطع امداد الشركات الصينية بالتقنيات الامريكية ولسيما الرقائق فيما تعتبر بكين التي تسعى الى ان تصبح مستقلة في هذا المجال تعتبر ان هذه الاجراءات تهدف الى عرقالة تنميتها والحفاظ على التفوق الامريكية اعلن رئيس وزراء هولندا مارك روتا تقديم استقالة حكومته بعد انهيار اتلاف سياسي حاكم منذ عام ونصف جراء خلافات بين اركانه على اجراءات مكافحة الهجرة كان مارك روتا وهو رئيس الوزراء الاطول عهدا في تاريخ هولندا اشرف على مباحثات لحل الازمة بين الشركاء الاربعة في الاتلاف اعتبارا من الاربعاء الماضي لم تبلغ هدفها المنشودة في ظل خلافات غير قابلة للحل قالت البعثة الطبية المصرية للحج انها قدمت خدمتها العلاجية والوقائية لاكفر من 25 الف حج مصري منذ بدء موسم الحج بعد ادائهم الفريضة باماكن اقامتهم تتواجد ايادات البعثات الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم اوجه الرعاة الطبية للحجاج المصريين على مدار الساعة لتوفير اجواء روحانية لتلك الرحلة المقدسة استنفر البعثة الطبية اتقومها الطبية لمرافقة الحجاج في كل مكان هم موجودين فيه احنا بلغ عدد المترددين حتى الان على الايادات الخارجية من الحجاج المصريين 25 الف مستفيد موجود في المستشفات السعودية حاليا 32 حالة بيتم متابعتهم على مدار الساعة من فريق طبي من البعثة الطبية مرتين يوميا بلغ عدد حالات الغسيلي كالوي 8 حالات الحجاج المصريين اللي استفادوا من جلسات التوعية من فرق الطب الوقائي بلغ حتى الان 39 الف حاج لتوعية الحجاج للوقاية من ضربات الشمس والامراض المعدية موظم الحالات اللي جات بعد اداء مناسك الحجي كانت معظمها نزلات برد واحتقان بالزور وتكسير بالعضلات والام بالعضلات الحمد لله الادواء متوفرة والاطباء بيقوموا بالخدمات على اكمل وجه وتقديم الخدمة للحجاج على مدار الساعة احنا مستمرين مع الحجاج ان شاء الله الى ان يغادر اخر حاج مكة المكرمة باذن الله الادواء متوفرة ادوية نزلات البرد الشائعة دلوقتي في الفترة اللي احنا فيها سواء من ادوية خوفة حرارة او مضادات حيوية او مسكنات الام كل الادواء متوفرة 39 الف حاج تم تويتهم من خلال اكثر من 1300 ادوات عوية في كيفية الوقاية من الامراض المعدية ومنع انتشارها منذ وصولهم الى الاراضي المقدسة وحتى الان عندنا محورين دلوقتي المحور الاول هو متابعة الاجهاد الحلاري وارتفاع درجة الحرارة اللي موجودة هنا في المملكة فاحنا شغالين مع الناس تبقى للتوصية الموجودة من وزارة الحجة والعمرة هنا والبعثة الطبية المصرية ان احنا الناس تصلي في المساجد القريبة من الحرم مش لازم تعمل على نفسها مجهود وتروح الحرم وتصلي في الشمس لانه دا بيعرضها لضربات الشمس والاجهاد الحلاري وحنا في غنى عن الكلام دا وعندنا في استبيان في الحجر الصحي في المطار للحجاج القادمين بنشوف ايه المروا بيه من اعراض او اذا مروا بيهم اي امراض معدية او اعراض مرت عليهم يوفر رحمن من الحجاج المصريين اثنوا على الخدمة العلاجية التي قدمت لهم سائلين الله القبول فسوطي راح والكوحة وكذا اجيت للدكتورة الدكتورة كشفت علي تمام زي الفل والصيدال يدن العلاج زي الفل والامر زي الفل الحمد لله جيت كشفت كنت تعبينة في صدري جيت كشفت كشفولي ودنوا الرشدة وكتبوا للعلاج يعني يجبوني هنا ناقض جلسة بسجين والحمد لله احسن يعني جيت هنا الدوة تغير والعادة عز جلسة تاني نوع تاني يجبهولي معاملة جيدة جدا ناس كويسة يعني استقبال كويس ومعاملة كويسة يعني صراحة ربنا يبارك فيهم جميع جهود المضنية تبزلها كوادر البعصة الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتوفير خدمات علاجية تصل لمستورقي لضيوف الرحمن اينما كانوا محمد حلمي اني الا في القاهرة اعلنت وزارة الداخلية انها طرحت عبوات غذائية باسعار مخفضة تصل الى خمسين بالمئة عن مثيلتها بالاسواق بالمناطق الاكثر احتياجا بكافة محافظات مصر استمرارا لدور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين اعدت منظومة امان عبوات غذائية تحتوي على سلع ذات جودة عادية لطرحها للمواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والمناطق الاكثر احتياجا بنسبة تخفيضات تصل الى خمسين بالمئة يا مصر يالي شمسك لا يمكن تغيب انا جمي التماري ومنك قريب انا تذيلك عينية وقت المسئولية وشرطة شعب احنا ادنا واحدة عالغريب في كل ليل بطل تمل شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فكرة هاتي كانت سمان وبلدي جيت تاريخ من بعدها وكلنا مؤمنين بخطة من سمان مانفذ له اسعاره يعني مش موجودة في حتة تانية ده حقيقي وخط اللي انا عايزه كله كانت شامل حاجات كويسة وحاجات أسل سيئة وجودتها كويسة وسعرها كويسة اسمات كلها متاحة باسعار طبعا مختلفة عن الاسعار بره باللزم للسوق منتجات كلها موجودة وباسعار قلب باشكل سيادة الرئيس عفتاح السيزي على هزيم برد وعيش حرة يا بلادي في كل الازمناه ووقتي لما تحتاجين كما تطرح المنظومة هذه العبوات عبر منافذ متحركة وهي سيارات تتوجه بها إلى الشوارع والميادين لضمان استفادة المواطنين من التخفضات بأماكن كثيرة على مستوى الجمهورية من خلال 1026 منفذا سابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية وموضحا على موقع الوزارة على الانترنت وهو ما يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية يا بصري اللي جمسك لا يمكن كريب أنا جمبك تملي ومنك كريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا قدنا واحدة على دارية في كل ديل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فترة هادكة زمان مبادرة جميلة ملتازة وفرت للناس كتير وطبر الحاجة اللي معروضة بقال لي بنلص السمع كمان بنشكر الرئيس عنه هو بيتسمى بالناس الغلابة ربنا يخلي كلنا وسح يا مصر هكذا تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال المساهمات الاجتماعية والمبادرات الإنسانية وتوفير احتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة يا مصر يلي شمسك لا يمكن تغيب أنا جنبك تملي ومنك قريب أنا أدينك عليا وأدل مسئولية وشرطة شعب أحنقتنا وقتا على الغريب في كل ديل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فترة هادكة زمان وبلدي جدة نخدم بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سيناء في كل ديل بطل تملي شايل اسمها وكل ليل نشكر سياته الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة كلنا واحد ونشكر سياته لتوفير السلع الغزائية بأسعار رمزية في محافظة شمال سيناء تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وختم النشرة دائما تذكرة بأهم العالمين بعد ساعات من دعوة الأمم المتحدة لعملية سياسية جدة استشهادوا ثلاثة فلسطينيين برصاصات إسرائيلية اثنان منهم خلال عملية اقتحام بمدينة نبلس قوات الدعم السريع تشن هجوما عنيفا على مدينة بارا الواقعة شمالة ولاية كوردبان السودانية على إثري جولة خارجية مفاجئة فولاديمير زلانسكي يقول إنه من الصعب محاربة روسيا إذا لم تتسلم كيب أسلحة بعيدة المدى نهاية أخبار السابعة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر